مرحبا طلابنا الحلوين الأبطال شلونكم شخباركم إن شاء الله زينيا رجعنا وياكم في فيديو جديد خاص بشرح مادة لغة الإنجليزية البارحة شرحنا وياكم التعاريف والتوصيلات طبعا مثل ما شفتوا هاي الورقة اللي شرحنا بيها التعاريف وعلناكم شون تحفظوهن اليوم راح نعرض لكم نماذج أسئلة وزارية خاصة بالتعاريف حتى نعرف تعاريف وين تجي وشلون تجي بلغناكم قلنا لكم يا بتجي السؤال الثالث إذا تلاحظوا إياي هذا السؤال الثالث فرأي هنا التعاريف جاء بنا يا لها على شكل توصيلات سنة 2022 دور أول إحنا منتجين التوصيلات شنون راح أحله أول شي أجي الكلمة كروبس اللي هي محاصيل أنت لازم مار عليك تعاريف بكلمة كروبس اللي هي شنو اللي هي المحاصيل وين هي كلمة المحاصيل هنا موجودة عدنا وهنا عدنا طبعا الأجوبة والتعاريف هنا الأجوبة والتن خوش شن هي الكروبس أنت مار عليك كلمة كروبس ثانيكس دات فارمر غرو تمام؟ بس أنت منتج لهاي التعاريف لأني أشرت لك ياها ثانيكس دات فارمر غرو شن هي الكروبس المحاصيل فتش السؤال الثالث لابنا باوي تجيل الليابة ترى رقم واحد هيك رقم واحد الحل ما لها شنوى ثانيكس دات فارمر غرو يعني تحط لي عدنا رقم واحد هيك هيك زين الثانيكس ديكيومنتوري وين هي الدكيومنتوري؟ هذا نشوفه هذا التعريف ما لاته هنا إتس gives information about unsubjects هاي الحل ما لها F تمام؟ يعني تكتب لت تترقم لابلو رقماتك رقم اثنين تحط لها F كويس شو وين هي كويس شو؟ تجي من ذن؟ باعوا يا وين هكويس شو؟ هاي كويس شو انسر عند ش اسمه؟ اه اكوستن انسر برغم اللي هي الاختيار بي تجي للهيلفول وين هيلفول؟ ابيارسن هو هيلف اثر؟ هاي اي كاركتر ابيارسن ان بك فيلم و بلي اي والرايد اللي هي سيتا انترافل انا هارس ار كامل اللي هي دي شوف اسهل ما يكون هذا الفرق تمام حبيبي؟ هذا فرع التعارف طبعا انت بالورقة شو سوي؟ مثل ما علمتك تكتب لي هي تشوف جوابك بالورقة كوستن ثري فرع اي تحط لخط وتكتب لرقم واحد رقم واحدة شن خليته؟ شن خلينا؟ خلينا سي الاولى سي الثانية اف وهكذا هيش ترتيبك للحل؟ خوش هذا نموذج نعرض لكم نموذج ثاني هذا نموذج اللي اجه سنة 2023 دور تمهيد يعني هاي اخر سنة احنا وبيه السؤال الثالث فرع اي تلقى التعارف شوف التعارف نطاكيها 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 نفوق قل لك يا ذا نزليها هاي العجوبة مالتين وهاي التعارف طلع لي انه هذا الهذا 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 الى اخر انت امرار انتك تعارف خارجية تماما امرأ عليك تماما ما امرأ عليك شو تسوي ابدأ باللي تعرف الثاني ابدأ من هذا information about sun, rain and temperature اللي هو الوذر الوذر اللي هو الطقص اكتب هنا يا بي يم ستة احطها وذر خلاصت من هاي اجي هنا ان انيمال that kill and eat other بيرد اللي هي البيديتور الطاعر الجارة او بيرد أوف براي اثنين هاي نفس الشي بريديتور زياد اتسميك كارس الشغلة اللي يتخلي السيارة والطيارة بتتحرك شنو عشرة الاف مرة قلنا لكم الانجن المحرك انجن منشوف كلمة swimming ما قغير سبورت حاط قبال سبورت تشوف ايه اج قبال تجي هنا help sick people work in hospital من ليش تغل بالهوسبتال اقو غير الدكتور دكتور شوف اهناني the ideas of the editor about recent news item اهناني ظل عندك يا تعريف اللي هو opinion opinion هو اقتراع شوف هذا ال opinion ما موجود بالتعاريف فشوف فاجأت بتعريف ما موجود وي التعاريف بس انت مو حال ذني بقى بس ال opinion تخلي بالبداية اللي هو رأي تمام يا طلاب هذا نموذج لأسئلة التعاريف الروح لنموذج أسئلة التوصيلات شلون تجي هذا نموذج يا طلاب أيضا لسنة 2023 يجيك السؤاثات فرع بي فوق تلقى الاس اي والاس بي شوب والرائت والرن والربير والسبين والبوتاوت شون احل هن عندك ما رأت علي واني نطيت كياهن ذني وين نطيت كياهن يا ابي تعال وين نطيت كياهن هاي الورقة شوفها هاي الورقة اللي البارحة شرحناها الى كل التوصيلات موجودة هنا 21 وحدة شوف حبيبي انت ذاتري تحل شون تحل بشوف طريقة الحل هي طريقة الحل شوية تتغلطكم شو سوي تكتب ليابي السؤال الثالث فرع بي هاي تجي رقم واحد شو سوي رقم واحد الشوب هاي شوب شو سوي هاي كلمة تجو هاي هاي السؤال 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 واحد يريد يحل هن هيتش واحد لا عجوز يكتب لي ابا ترى رقم واحد سي هاي عادي مو مشكلة هم تمشي تجي رقم اثنية رايت بس هاا مو صيره بروس لو تكتب لي هاي و هاي واحدة من هن مو ثنينات هن رايت شون تجو ياها اللتر اللتر كل هن مكتوبات عندك و شرحناها هن لك تجي هنان رايت تجو ياها كلمة شو اسمه بيزنس و عدك هنان الربري يصلح السيارات و الاسبيند يقضي شنو يقضي يقضي بعض الوقت والبوتوت تجو ياها كلمة فايارس طبعا هنان شنو مرات تجو مرات رايت مرات تجو ياها و مرات تجي ويران بيزنس عادي مو مشكلة نياتنا نقاتبين إليك مرات يحط لك هنا أنا ستة وهنا خمسة يريد غلطك بوحدة فإنت شوية سيرونة به و لا تغلط بهذا الفرع لأن هذا الفرع يجي مساعدة يا طلاب لو قلت لكم لازم هذا لازم نضبطه أوكي حبيبي لازم نضبط هذا الفرع خوش؟ هذا بالنسبة للسؤال الثالث فرع اي و فرع بي شرحناه لكم هذا النموذج الوزارة لبعضكم تمام يا طلاب؟ هسا راح ننتقل الفيديو جديد نشرح بي السؤال الثالث فرع سي و فرع دي تابعوا إياه